السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس بالمدارس الفنية نظام الخامس سنوات تخصص تبريد وتكييف وإن شاء الله بأمر الله النهاردة في حلقة من حلقات مادة نظم ومعدات التبريد هنستكمل فيها باقي حلقات سابقة بحيث إن شاء الله بأمر الله هنستكمل باقي المادة بالكامل كنا بتكلمنا في الحلقة السابقة على مادة أو على جزء خاص بنظام التبريد الكهروحراري وتعرفنا على نظام التبريد الكهروحراري وعرفنا إيه هي تطبقاته واستخداماته وهي مكونات التلاجة الكهروحرارية وميزتها وعيوبها في نظام التبريد الكهروحراري وعملنا مقارنة ما بين نظام التبريد الكهروحراري ونظام التبريد بين ضغاط البخار وتعرفنا من خلال عناصر المقارنة وبعد كده بدأنا اتعرفنا على مكونات الدائرة بالتفاصيلها وبنذكر بعد بس في أن نظام التبريد الكهروحراري بيعتمد اللي كنا تكلمنا على تأسير سيباك وبلتير وكنا تكلمنا بالاخص على تأسير بلتير اللي كان بيعتمد ان انا كنت باستخدم بعض الزواجات المعدنية او بعض الزواجات الحلالية واللي بتكون مكونة من معدنين مختلفين تمام والمعادن ديت لو انا اثرت عليها بمرور طائر كهرابي او مررت فرق جهد بين اطرافها احد الاطراف لها بيتم بتسخن والطرف التاني بتنخفض درجة حيارته فبنسمي الطرف اللي بيسخن بالوصلة الساخنة والطرف اللي بتنخفض درجة حيارته بالوصلة الباردة وكننا قلنا ان احنا ممكن نعتبر ان الوصلة الطرف البارد او الوصلة البردية بمثابة المباخر في نظام التبريد بين ضغط البخار والوصلة الساخنة بمثابة المكاسف في نظام التبريد ايضا بين ضغط مين البخار يعني احنا دلوقتي عندنا تعارفين ان دلوقتي هيكون في عندي وصلة بردة ووصلة ايه وصلة ساخنة النهاردة هيكون مستكمالا لما بدأناها في الحلقة السابقة وهو هنتكلم على التحليل السير موديناميكي لأنظمة التبريد الكهروحراري يعني أنا عم يحتاج أننا نتعرف دلوقتي على الكهروحراري إيه اللي حسبه إيه الحسابات اللي أنا بستخدمها عندي في شغلي في أنظمة تبريد الكهروحراري إحنا لو جئنا نتكلمنا على بعض النقاط المهم إحنا كنا بنعتمد على الطيار الكهرابي اللي بيمر ما بين طرفي للزواج إذن أنا هنا من العوامل أو من العناصر اللي هتكون معايا من نهاردة في عملية التحليل هو مقدار الطيار الكهرابي اللي هرموزه برامز آج تمام؟ والوحدة بتاعته طبعا أمبير كان برضو من العوامل اللي بتأثر معايا خلاص نوع مادة الموصل ودي خاصة بمعض المعاملات وبنسميها معامل سيبك للعنصر الموجب للوصلة والعنصر السالم على اعتبار أن احنا قلنا في أنظمة التبريد الكهروحراري بستخدم مواد من أشباه الموصلات إحدا هما بتكون موجبة بوزطف والأخرى سالبة نيجيتف فبالتالي هيكون عندي حاجة اسمها معامل سيبك للعنصر الموجب ومعامل سيبك للعنصر السالم تمام؟ كمان أنا من نهاردة في عندي درجة حرارة للوصلة الباردة والوصلة الساخنة يعني أنا كل فاطر كل وصلة منهم أكيد 100% لها درجة حرارة فأنا أسمي درجة حرارة الوصلة الباردة تمام؟ اللي هي T لو ودرجة حرارة الوصلة الساخنة T high تمام؟ طيب يبقى أنا دلوقتي بعض المعاملات طيب في مقاومة كمان في عندي المقاومة resistance يبقى دي برضو من العوامل اللي هستخدمها في بعض القوانين اللي عندي كمان لما هنيجي نتعلم مع بعض بعض العلاقات اللي بتربط بقى محتاج نهاردة انت بتحسب دايما في أي منظومة تبريحنا في الآخر بنحسب معامل أداء وبنحسب حمل التبريد يعني حمل التبريد كمية الحرارة اللي هيتم انتصاصها في المبخر أو معنا أصح من خلال الوصلة الباردة دي كمية الحرارة انتصاصها من الوصلة المحيط دي هتكون قدية وكمان أنا هنا محتاج أحسب كمية الحرارة اللي بيتم طردها كمان قدية تمام وبناءنا النهاردة كميات الحرارة دي بيلعب دور فيها اللي هي زي ما اتفقنا مع بعض اللي هي مقدار الطيار اللي هي المقاومة معامل التوصيل الحراري عوامل كتير هنتعرف مع بعض تعالوا نتذكر كده شكل الخاص بنظام التبريد الكهر الحراري واللي كلمنا عليه في الحلقة السابقة نبص كده مع بعض على الشاشة أنا عندي هنا في وصلتين في وصلة باردة كولهية خلاص ودي نيجاتف وفي عندي وصلة ساخنة اللي هي بتكون معايا البوزدف تمام وكلنا قلنا هنا في سطحين اتنين في السطح البارد اللي هو السطح العلوي ده بيكون ماص للحرارة والسطح الساخن اللي هو السطح السوفري وبيكون طارد لمين للحرارة وان الجزء اللي فوق ده بعتبره بمسابة المباخر والجزء اللي تحت بعتبره بمسابة مين والمكاسف الطرفين اللي هو البوزدف والنيجاتف دول من أشباه الموصلات انا بوصلهم بمصدر جوت ما يبقى من خلال البطارية مثلا بيمروا من خلالها الطيار بينتج هنا من كمية الطيار بتمر او فرق الجهد ما من طرفي البطارية ان فيه كمية حرارة هيتم انتصاصة في خلال الواصلة بردة وكمية حرارة هيتم ترضها خلال الواصلة الساخنة اذا انا اول جزئية عندي انا محتاج احسب كمية الحرارة او صافي الحرارة اللي بتنتقل الى الواصلة البردة قد ايه وصافي الحرارة اللي بتنتقل الوصلة الساخرة تعالوا نبص كلا مع بعض لو جينا نبص هنا في عملية التحليل اول جزئية QL QL هنا بالمثابة صافي الحرارة اللي بتسري الى الوصلة البردة صافي الحرارة اللي بتسري الوصلة مين البردة ودي بتساوي ايه بتساوي الفا بي ناقص الفا ان اللي بنسميها معامل سيبك للعنصر الموجب تمام ناقص معامل سيبك للعنصر الايه السالم مضروبة في درجة حرارة الوصلة البردة اللي يتيلو مضروبة فيه مقدار الطيار اللي بيمر انا انتركوا العناصر اللي هي بتأثر او بعض العناصر بتأثر او المعاملات اللي بتأثر على كمية الحرارة اللي بيتم هنا انتصاصها في خلال الواصلة البردة بتعتمد على معامل سيبك اللي هو مواد الازدواج وبيتعتمد على الازدواجات الحرارية المستخدمة ودرية حرارة الواصلة البردة ومقدار الطيار اللي بيمر كمية الحرارة او صاف الحرارة اللي بتطرد من خلال الواصلة الساخنة الموجودة معي دي بتسوي ايه نفس القانون بالزبط بس الفرق هنا بدل ما تي ال هتبقى تي اتش درجة حرارة الوسطة الايه الساخنة اذا الفا بين ناقص الفا ان مضروبة في تي اتش درجة حرارة الوسطة الساخنة خلاص مضروبة في مين في مقدار الطيار وهنا غلب لنا درجات الحرارة هنا المطلقة بتكون بالكيلفن يعني انا هنا عراعي دايما لو كان يديني هنا درجة الحرارة بدرجة ماوي بضيف على متين تلاتة وسبعين عشان احصل على درجة الحرارة بالايه بالكيلفن تمام يبقى اول معدتين ساخنة عندي اللي هي بتسوي الفا بي ناقص الفا ان في تي اتش في الاي وكي اتش بتسوي الفا بي ناقص الفا ان في تي اتش في الاي طيب يا طرق احنا النهار ده كمية الحرارة اللي بتأسر خلال الوصلة البردة وخلال الوصلة الساخنة دولت او متبummy من خلالهم mighty خلال الوصلات بتعتمد على تلات تأسيرات الجزء dans الحرارة لما بتمر او الطيار الكهربي لما بيمر في مادة الازواج بينتج عنه حرارة. اذا في حرارة بتنتج نتيجة مرور طيار كهربي في مادة الموصل اللي الموجودة معه. تمام? وده بنسميها تأثير جوليان. تأثير جوليان? اذا كيو جوليان بتسوي ايه? نص مربع الطيار في قيمة المقاومة. يعني نص اي تربيح في ايه? يبقى هنا كمية الحرارة النتجة من مرور طيار كهربي خلال مادة الموصل بتساوي بتقدر بالمعادلة نص اي تربيح في ايه? في اهر. طيب. الحرارة التانية اللي بتنتج? بتنتج نتيجة عملية التوصيل ما بين مادتين للزواج. يعني احنا عارفين انا ما في الترافين مثلا للزواج المعداني بيكون ملحومين مع بعض او متواصلين ببعض. فهنا كمية الحرارة او الحرارة بتنتقل هنا بالتوصيل. انا محتاج احسب هنا الحرارة النتجة عن التوصيل الحراري بين مادتين الازواج قديه. وده بتعتمد على معامل التوصيل الحرارة اللي هو y خلاص? وفرق درجات الحرارة ما بين الوصلة الساخنةedi ناقص الوصلة الباردة اللي هي تي ال. اذن بتساوي خلاص الي همعامل الكل للانتقال الحرارة في فرق اللي هو درجة ساخنة خلاص ناقص ضرجة حرارة الوصلة هنا لما عندنا فرق في درجات الحرارة ممكن اع scrambled او اعود بالكلفن ما فيش اي مشكلة الناتج هيكون واحد. طيب. كمية الحرارة او الجزء التالت اللي بينتج نتيجة التبادل الحراري ما بين الواصلة البردة والوسط المحيط وبين الواصلة الساخنة والوسط المحيط. وهنا بنسمي هي التبادل الحراري او كمية الحرارة اللي بتنتج من نتيجة عملية التبادل الحراري. وهي بما سابق بما صح اللي هي الحمل الحراري. اللي هي كانت بتساوي في فيه اللي هي في نظام التبريد بانضغاط البخار. ازا كيو او بتمثل اللي هي الحملة الحراري المطلوب ازالته من الوسط المحيط بالوصلة البردة. انما كيو اي اللي هي كمية الحرارة اللي بتشعب من الوصلة الساخنة. تمام? لو كمية الحرارة بتشعب وصلة ايه الساخنة? هم دول الاساس اللي انا محتاج احسبهم كمان عمعية في الشغل. تمام? طيب ازا دلوقتي لما اقول هنا الحرارة اللي بتنتقل من و الى الوصلة بتعتمد على كم تأسير? قلنا تلات الحاجات? الحاجة الاولينية. ان هي في حرارة بتنتج نتيجة مرور طيار كهرابي في مادة ودي بنسميها تأسير خلاص وبتساوي نص اي تربيع فقار. وفي حرارة بتنتج نتيجة عملية التوصيل ما بين مادتين للزواج واختلاف درجات الحرارة خلاص. ودي بنسميها كيو كوندكشن لكن منتقلة بالتوصيل بتساوي معامل الكل لانتقال الحرارة اللي هو في فرق درجات الحرارة اللي هو والحاجة التالتة ان هي نتيجة التبادل الحراري ما بين الواصلة البردة والواصلة الساخنة والوسط المحيط خلاص اللي احنا بنسميها كيو او وكيو اي. طيب احنا لو جينا في المعادلة الاولين اللي كنا تكلمنا عليها. لو جينا نحسب هنا كمية ناخد بقى مجموع المحصلة بتوع الثلاثة. ازا صافي الحرارة اللي بتنتقل خلال الواصلة البردة اللي هي كيو ال. اللي كانت في المعادلة رقم واحد. بتساوي مجموع كميات الثلاث حرارة او تلات جزئيات اللي احنا اتكلمنا عليهم. اول حاجة كمية الحرارة اللي بتسلي نتيجة عملية تبادل الحراري الى الوصلة البلدة اللي هي كي او. زائد. اللي هو التأثير الحرارة نتجة من تأثير جوليان. خلاص نص اي تربيع في ار. زائد الحرارة نتجة من التوصيل الحرارة بين ماداتين الازواج اللي واليو في تي اتش ناقص تي اي اي ال. وكذلك الحال بالنسبة الوصلة الساخنة. كيو اتش بتساوي ايه? بتساوي كيو اي خلاص. اللي هي عندك صاف الحرارة بتنتقل من الوصلة الساخنة. ناقص نص اي تربيع في ار لو تأثير جوليان. بس احنا هنا هنا كمية الحرارة داخلة هنا بلاس بالموجب. واللي بتكون متروضة معي هنا بالايه? بالسالب. نخلي بدنا من الجزئية دي. تمام? زائد الحرارة نتجة برضو من توصيل اليو واليو في فرق درجات الايه? الحرارة. تمام كده? طيب. احنا محتاجين نحسن مين? ده انا محتاجة حسب كيو او دي. ومحتاجة حسب كيو اي دي. لان كيو او دي اللي بتساوي معي كيو اي بتاع الفيبيراتور الخاصة في نظام التبريب بين ضغاط البغار. انا محتاج دي اللي احسدها. فعشان احسد دي كل المقادر دي هتعدل نحط تاني بشرة مخالفة. فاصبح هنا ان كيو او بتساوي كيو اي ناقص اللي هو نص اي تربيع في ار ناقص اليو في تي اتش ناقص تي ال. هشيل الكيو او ديت الكيو اي دي اللي معى ديت خلي بلنا مع بعض. واحطي قيمتها المعدلة الاولية اللي كان بتساوي الفا بي ناقص الفا ان. خلاص? نجد نركز كحresاوب مع بعض. الفا بي ناقص الفا ان في في الاي في الاي. فاصبح هنا المعدلة اللي موجودة معي. الكيو او بتساوي الفا بي ناقص الفا ان في في ال في هنا عدته بقشارة مخالفة ناقص نص اي تربيع فقار برضو عديت هنا ده جزء ده بشارة مخالفة. ناقص في ناقص طيب. يبقى انا هنا حسب كمية الحرارة اللي بتنتقل خلال الوصلة بردة نتيجة عملية التبادل للحرارة. بسوى بقى من المنتجات من المأكلات او خلافة. تمام او المشروبات اللي موجودة عندي داخل حيز التبليد. انما كيو اي ده كمية الحرارة او الحرارة اللي بتنتقل من الوصل ايه الساخنة. نفس الطريقة هاخد ليه دي في طرف. فدي تعدي باشارة مخالفة تعدي بالموجب. فاصبح ان كيو اتش زائد نص اي تربيع في ار. طيب الجزء التالت ده هعدي باشارة مخالفة بالسالب. فاناقص اللي هو اليو في تي اتش ناقص تي اي ال. هشيل الكيو اتش وحط قيماتها اللي هي الفا بي ناقص الفا ان في تي اتش في الاي اللي مقدار الطيار زائد نص اي تربيع في ار. تمام? ناقص اليو في تي اتش ناقص الاي اتي ال. ودول اهم جزئية عندي. هركز مع بعض في المعادلة رقم خمسة دي. وهي دي صافي او كمية الحرارة اللي بتنتقل خلال الواصلة البردة اللي عندي. اللي هي مسابة الحملة ايه? الحرارة. تمام? طيب. نيجي نبص على الجزئية التانية الشغلة او القدرة المستهلكة. دايما انا عندي القدرة المستهلكة او الورك او الشغلة الموجود معايا. ده الفرق ما بين كمية الحرارة المطروضة عن درجات حرارة مرتفعة والمنتصة عندي عن درجة حرارة منخفضة. يعني هنا كنا بقول كيو سي ناقص الكيو اي. هنا بقى. مين قلنا اللي بيتعنيه يعني بيتوازي او بيكون موازي للنقطة كيو سي اللي هو كيو اي. طيب مين اللي بيكون بناظر ما عندي? كيو اي اللي هو كيو او. فاصبح كيو اي ناقص مين? كيو او. لو انا عودت بالمعادلتين اللي فاتوا. خلاص? حيطلع معي الناتج ان الورك بيساوي الفة بي ناقص الفة ان. مضروبة فيه. اللي هو تي اتش ناقص تي ال. فرق بقى درجات الحرارة مجدوب في مقدار الطيار. زائد مربع الطيار اي تربيع في ار. يركز بقى في المعادلات اللي احنا عاملين على الاسبوت ديت. خلاص? دي تانية معادلة. من المعادلات المهمين عندي جدا. يبقى كيو او بالنسبة لي كانت المعادلة الاولى. تمام? والورك كان المعادلة التانية. ليه? عشان دايما لما باجي احسب معامل اداء. او اللي بنسميه تمام? ده بتساوي ايه? احنا بتسوف كمية الحرارة المستفادة او الممتصف المبخر. خلاص? وده هنا بتساوي كمية الحرارة اللي هو ممتصف بوصلة البصلة البرد اللي هي كيو او. على الشغل اللي هي مضاف عندي. طب الشغل اللي مضاف عندي او القدرة المستهلكة عندي اللي هي الورك على دبيو. فانا عشان كده اقولت لكم انا ههب استخدم اكون حافظ المعادلتين دول. ان لو حافظ معادلة اللي هي الورك. وعارف برضو معادلة الكيو او. خلاص هقدر اجيب معامل مين? الاداء اللي عندي. هنعوض هو تنشيل الكيو او ونحط قيمتها. اللي هي الفا بي ناقص الفا ان مضروبة في في الاي. ناقص نص اي تربيع في ايه? في ار. ناقص اليو في تي اتش ناقص تي ال. طيب. الجزئية هانا بقى على الشغل بتاع الورك ما احنا جيبنا الورك اهوت. في المعدلة اللي موجودة عند اعلى الشريحة. خلاص ساوي الفا بي ناقص الفا ان في تي اتش ناقص التي ال مضروبة في الاي زائد الاي تربيع في ار. يبقى احنا من خلال الجزئية دي نتعرفنا دلوقتي. ازاي هنحسب كيو او? خلاص? اللي هي حمل التبريد. الموجود معايا. وازاي هنحسب الشغل او القدرة الموجودة معايا. وهو الموجود معنا. وكمان حسابنا معامل الاداء اللي هو سي او بي. تمام كده? طيب. نشوف جزئية تانية مع بعض. وهي لما بنيجي منصمم اللي هو في نظام التبريد الكهر وحراري. عملية تصميم نظام التبريد الكهر وحراري تبقى على عدة اسس. تمام? في بعض الانظمة مثلا بتصمم بناء على مقدار الطيار اللي هو في الوضع الطبيعي او الوضع العادي. وبعض الانظمة تانية بتصمم على اقصى طيار موجود معنا. وفي بعض الانظمة بيصمم على اقصى معامل اداء. اقصى معامل اداء. وبالتالي حيكون معايا في بعض النقاط. النهاردة لما بنيجي نحسب درجات الحرارة ما بين الوصلة البردة والوصلة الساخنة. تمام? انا هنا مش باجي اشوف درجة الحرارة لاني انا هستخدم في بعض المعادلات لما اجي اصمم على اقصى طيار او اقصى معامل اداء. اللي هي درجات الحرارة المتوسطة ما بين الاتنين. ودي هنسميها التي ام. ودرجة حرارة متوسطة ما بين الوصلة بردة الوصلة الساخنة دي هتكون مجموع الوصلتين على اتنين. خلاص? اللي انا بجيب المتواصل بشوف مجموع الاعداد على عددهم. هتبقى عندك زائد. اللي هو على اتنين. خلاص? يبقى انا بجيب الوصلة اللي يا ما سامي عندي بسمها درجة حرارة متوسطة بين الوصلتين. كمان هتعرف على معاملات جديدة واسمه معامل لاستخاخ زد. معامل الاستخاخ اللي موجود معي ده. ده إيه إن أنا ممكن أستحق مقدار زيادة موجودة معايا في كمية الحرارة بيتمت الصصة قديمة ودي هيكون لها أيضا معادلة موجودة معنا إذن أنا نهاردة في عندي نظامين اتنين لما باجأ أصمم في أنظام التبليج الاروحراري إما بصمم على نظام الطيار العادي أو على أقصى طيار I maximum أو على أقصى معامل الأداء أو المعامل الأداء العادي لCOP أو COP maximum المعادلات اللي اترقنا لها على العادي اللي هو مقدار سواء كنت بحسب معايا عايز أحسب معامل الأداء العادي تمام في الظروف العادية والله أقصى معامل الأداء ممكن نحصل عليه لو جينا نبص كلا على معادلات اللي موجودة معايا أنا نهاردة لو أنا بحسب مثلا على أساس أقصى قدر التبليد ممكنة أقصى قدر التبليد ممكنة إذن QO بتساوي إيه؟ بتساوي Q maximum Q maximum بقى بتساوي أنا النهاردة بعتمد برضو عايز أحسب على أكبر معامل الأداء اللي هو COP maximum مقدار الطيار في الوضع العادي بتساوي إيه؟ سوي ألفا بي نقص ألفا إن في تي إل على الأر طب قلنا ألفا دي ده معامل سيبك للعنصر الموجب وألفا إن معامل سيبك للعنصر مين السالم والتي إل هي درجة حرارة الوصلة الباردة بكلفن والأر هي قيمة مقاومة مادة الازدواج المعدني المستخدم معايا إذن هنا ده مقدار مين؟ الطيار في الوضع العادي إنما لو كنت محتاجة أن أحسب مقدار الطيار خلاص عند أقصى طيار خلاص أو منظومة بتاعتي عند أقصى طيار اللي هو الـ I maximum خلاص بتسوي إيه بقى؟ بتسوي ألفا بي نقص ألفا إن في تي إتش نقص التي إل على الأر تمام؟ على مين؟ على الأر دي هي مقدار المقاومة طب إيه بيزيد معايا كمان تحت هنا؟ هنفتح قوس تحت الجزر واحد زائد زاد في تي إم نقص برا الجزر واحد وهنفل قوس إذن ده مقدار مين؟ ده مقدار أقصى طيار أقصى مين؟ طيار أقصى ألفا بي وألفا إن معامل سيبك معامل سيبك العنصر الموجب والسالب على التوالي والتي إتش والتي إل دي درجات حرارة الوسطة الساخنة ووسطة بردة برضو على التوالي والأر قيمة المقاومة وهنا زاد اسمه معامل الاستحقاق والتي إم هي بقى عندي درجة الحرارة المتوسطة ما بين الوسطة بردة والوسطة إيه الساخنة طيب لو حبيت هنا أحسن بقى إحنا وقلنا نشوف إزاي نجيب التي أم التي أم بتساوي تي أتش زائد تي أل على تنين أو نص تي أتش زائد تي أل تي أل طيب معامل الاستحقاق اللي هو زد اللي بسميه عندي معامل الاستحقاق أو الكفاءة اللي موجود معايا خلاص اللي هو زد بتساوي إيه؟ ألفا بي نقص ألفا إن الكل تربيع على اليو اللي هو معامل انتقال الحرارة الكولي اللي هو اليو خلاص بالتوصيل مضروب في قيمة مين المقاومة مضروب في قيمة المقاومة الريزستنس طيب يعرفنا نجيب إزاي الأول التي أم والزد لازم أبدأ بيهم في المسألة لو كان طلب مني إن أحسب معامل أقصى معامل أداء يبقى أبدأ بالتي أم وأبدأ بالزد وبعد كده أعود بيهم أجيب بيهم قيمة الاي ماكسمم اللي كنا نتكلمنا عليها في المعادلة السابقة وبعد كده نجيب معامل الأداء أو أقصى معامل أداء للمنظومة التبليد الكهروحراري وده بيساوي التي أل على تي أتش نقص التي أل مضروبة فيه في البسطة عندي جزر التربيعي لواحد زد زد تي أم تحت الجزر برا الجزر هنا مينوس التي أتش على التي أل تحت هنا في المقام هنا الجزر التربيعي واحد زد زد تي أم يعني زي الجزء ده اللي هو في البسط واحد زد زد تي أم وتحت برضو واحد زد زد تي أم بتحت الجزر فوق زي بتحت بزرط لكن برا الجزر فوق هنا ناقص تي أتش على تي أل وبرى الجزر هنا تحت في المقام زائد ايه زائد واحد المعادلات دي هي استنتاج لمجموع من المعادلات اللي عملنا لعملية تحليل ولكن هنا هنعرف ونتعرف على الجزء الخاص بالمعادلات ديت عندي ايه تعالي نشوف كده مثال تطبيقي بقى على الأنظام ديت وإزاي ممكن نحل وبنحسب الحسابات بتاعت يقولي في المثال دائرة تبريد كهرو حراري مكونة من الزواج حراري من عنصرين إحدهما موجب والآخر سالب فإزا كان معامل سيبك للعنصر الموجب هو علامة 3021 فولت لكل درجة مطلقة تمام يبقى دا ألفة مين ألفة بي اللي هي ألفة بوصدف طيب والعنصر السالب بتساوي خلاص ناقص خلاص علامة 3021 فولت لكل درجة مطلقة يبقى دا ألفة ايه ألفة ان اللي هي ألفة معامل سيبك للعنصر ايه السالب طيب تعمل الدائرة عند درجة حرارة خمسة درجة مقوي للوصلة البردة يبقى التي أل هتساوي خمسة درجة مقوي هضف لها 273 هتساوي عند اللي هي 278 درجة كيلفن وعندي برضو هنا هتبقى دا الوصلة الساخنة 40 درجة مقوي يبقى التي أتش بتساوي 40 درجة مقوي هضف لها برضو 273 وطلع القيمة بتاعتها بالإيه بالكيلفن فإذا كانت المقاومة الكهربية للدورة الكهربية للزواج الحراري هي أربعة من ألف أوم إذن R أربعة من ألف أوم والمعامل الكل للتوصيل للحراري ما بين الوصلة البردة والوصلة الساخنة خلال الزواج الحراري حوالي 200 واط لكل درجة كيلفن يبقى اليو بتساوي 200 واط لكل درجة كيلفن عندما تعمل دورة التبريد قدرة التبريد يعني هو ما تكلمش هنا على أقصى دورة تبريد أو أقصى معامل أداء لما مطلوب قدرة التبريد أنا أطلق قدرة التبريد اللي يحمل التبريد حمل التبريد اللي هو QO ومعامل أداء لدورة التبريد عايز C.O.P وهضطر غصبا عني إن أنا حاجيب اللي هو الو الشغل اللي موجود معايا عشان أسميه QO على الشغل على الو فاجيب معامل الأداء يبقى حتى لو ما طلبش الشغل أنا بحسب الشغل الموجود معايا عشان أحسب معامل الأداء تعالي نشوف الداتا اللي احنا طلعناها كده قلنا هنا الداتا بتاعتي ألفا بي بتساوي خلاص علامة ثلاثة صفار واحد وعشرين الفا إن بتساوي سالب خلاص علامة ثلاثة صفار واحد وعشرين ضلط لكل درجة كيلفن خلاص رزيسنس أربعة من ألف وهم التل خمسة درجة مقوي زايد متين تاتة سبعين بتساوي متين تمانية وسبعين كيلفن التل أربعين مقوي زايد المتين تلاتة وسبعين بتساوي تلتمية وتلاتة واشر كيلفن اليوم معامل انتقال الحراك كلي بالتوصيل بتساوي تنين من مية وقط لكل درجة كيلفن المطلوب معايا إيه؟ المطلوب عايز بهايب الأداء وعايز قدر التبريد او حمل الايه حمل التدبيع طيب احنا قلنا ان QO هتعتمد معايا على الطيار وعلى المقاومة ودرجات الحرارة والفا كله متح الا مقدار الطيار فانا هبدأ بالمعادلة بتاعة الايه الطيار فهقول معايا I تساوي الفا بي ناقص الفا ان مضروبة في التي ال على الار انا عوض مع بعض الفا بي كانت بيكان علامة 3021 طيب ناقص الفا ان بسالب بقى سالب في سالب بايه بموجب بقيت بموجب علامة 3021 يعني ايه في القوس طيب درجة حرارة الوصل ايه البرده تي ال تي ال كام بمتين تمانية وسبعين كالفر متين تمانية وسبعين كالفر طيب بتاعتي اربعة من الف اوم على اربعة من الف هخلص الجزئية دي بالقل الحسبة هجد ان مقدار الطيار تسعة وعشرين وتم من عشر ايه امبير يبقى الاي اول جزء ايه هبدأ بيها تلقي بتسعة وعشرين واتنين من عشر امبير اشوف اول طلب بقى هو طلبه كي او قدرة التبيق كي او بتساوي ايه في القانون الفا بي ناقص الفا ان في في الاي ناقص النص اي تربيع في الار ناقص اليو في تي اتش ناقص تي ال ناقص الفا بي بعلامة 3021 ناقص ونقص النموجب الفا ان باعلامة تصفر برضو ايه واحد وعشرين مضروبة في نص النص موجود معانا يبقى مضروب مفروض هنا موجود معانا ايه في نص خلاص النص المقدار اهوت محمول هنا بعلامة يبقى نص اي تربيع مقدار الطيار موجود معايا هنا ادي اي تربيع ماشي يا جماعة احنا قلنا اي بتساوي عشرين واتنين من عشرة الكل تربيع طيب بعد كده موجود معايا مقدار المقاومة المقاومة اللي موجود معايا اربعة من مية هيت خلاص اربعة من ايه من مية ده الجزئية معايا ازا احنا عملنا الالفا وضربنا هنا في درجات الحرقة متين تمامية وسبعين في مقدار الطيار تسعة وعشرين واتنين من عشرة قلنا ناقص ادي ناقص ادي النص الاي تربيع اللي هو تسعة وعشرين واتنين من عشر لكل تربيع مضروبة في مقدار المقاومة اللي هي باربعة اللي من الف خلاص ناقص اللي هو اليو باتنين من مية افتع بتلتمية وتلاتة عشر كيلفن. اللي هو بمتين تبانية وسبعين كيلفن. برضو هنصفي الجزء ده خاص بالالة الحزبة. وخلي بالنا بالراحة واحنا بنشتغل بالالة الحزبة لان دلوقتي فيه ارقام كتير. وعشان تطلع النتيجة صحيحة ونتأكد اكتر من مرة من النتيجة بتاعتي. النتيجة بتاعي هيطلع واحد علامة خلاص صفرين اربعة او واحد واربعة من الف واط. يبقى دي قدرة التبريد بنتي الجزء عندي. خلال بتخرج معي بالايه? بالوقت. تمام? طيب احنا في بداية المسألة جبنا مقدار الطيار. وبعد ما جبت مقدار الطيار اعوضت بمقدار الطيار في المعادلة الخاصة بحمل التبريد او بقدرة التبريد. كل بقية المعطيات كلها متاحة وطلعت النتيج. اللي قال لكم عشان مسائل التبريد كار وحراري بتعتمد من الدرجة الاولى انك تكون حافظ القوانين. واغلبي بتكون تعويد مباشر. بس بتكون حافظ القوانين الموجودة معنا. طيب الجزء التانية. تعالى ما نحتاجين نجيب الشغل. عشان نجيب الشغل بيساوي قانون الشغل. الفا بي نقص الفا ان في نقص تي ال في الاي زائد الاي تربيع في الاي في الار. نقول الفا بي علامة تلتة صفر واحد وعشرين. الفا ان بسالب. سالب في سالب بموجب. يبقى موجب علامة تلتة صفر واحد وايه وعشرين. طيب تلتمية وتلاتاشر. التين تمانية وسبعين. زائد. خلاص? اللي او مضروب الاول في مقدار الطيار. الطيار بتساوي اتنين اتنين ايه من عشر. زائد. طيب. الطيار تربيع يبقى تساوي اتنين اتنين عشر كل ايه? تربية. في مقدار المقاومة اربا اربعة من الف. هخلص المقدار ده كله هيطلع معي اللي هو الشغل تلاتة على مربعة وتمانين من مية واط. ازا انا دلوقتي جيبتي هنا وحسبت معي قدرة التبريد اللي هو وحسبت معي اللي هو الشغل اللي هو الموجود معاني او الشغل المستفاد اللي هو الورك بيه بقى بتساوي تلاتة واربعة وتمانين من مية واط. عايزين نجيب اخر جزئية بقى معامل اداء اللي هو طالب. بقى سي او بي بتساوي ايه? بيتساوي كي او على الورك. الكي او بتساوي احنا خرجناها ما عندي بواحد واربعة من الف. والورك اللي لسه جايبينها ايه بثلاتة علامة اربعة وتمانين. هيطلع معي اعلامة اتنين او ستة واحد اربعة. وهنا معامل اداء مالوش ايه واحدة. احنا لاحظنا هنا ان معامل اداء هنا كسر او كسور. فهنا معاملات الاداء في انظمة التبريد الكهر وحرارية بتبقى كسورة عشرية او بتكون منخفضة الى حد ما. وزي ما كنا كلمنا في حلقات سابقة وعملنا مقارنة. ان قلنا في انظمة التبريد اللي هو بين انضغاط البخار. لو انا عملت مقارنة بين اي نظام من انظمة التبريد الاخرى. هنجد ان معامل الاداء في انظام التبريد بين البخار اعلى معاملات الاداء الموجودة عندنا نظرا لان انت بتستخدم وصائل التبريد او موايع تبريد ده هتعمل عند درجات حرارة مخفضة جدا وفيه معدات موجودة مستخدمة معاملات الاداء لان الحمل التبريد اللي انا باستفاد بيكون فيه كبير انما اغلب الانظمة الاخرى والان انا باستخدمها في بعض التطبقات الخاصة بيكون الاحمال التبريد اللي فيها مش كبيرة فبالتالي بيبقى قيمة معامل الاداء بتاعي ايه بيكون صغير معامل الاداء بتاعي بيكون صغير ما بيكونش كبير اول تمام يبقى احنا كده من خلال المثال التطبيق ده عرفنا ازاي الاول بحسب مقدار الطيار اللي هو مقدار الاي وبعد كده بحسب معايا اللي هو قدرة التبريد او تمام وبعد كده حسبنا مقدار الشغل الورك اللي موجود معايا ثم حسبنا معامل ايه معامل الاداء اللي عندي تمام ووجدنا في النهاية زي ما قلنا مع بعض ان الناتج ممكن يقول اللي علق على معامل الأداء يعني أن تعليق على معامل الأداء نفس الجملة اللي كلمتها مع حضراتكم دلوقتي ولتكن المعامل الأداء في نظام التبريد الكهر الحراري بيكون مخافض بالمقارنة بأنظمة التبريد الأخرى أو بنظام التبريد اللي بيعمل بانضغط من البخار تمام؟ طيب نشوف مثال تاني كده مع بعض ومثال تطبيق برضو على نظام التبريد الكهر الحراري ولكن المرة دي النظام ده بقى هنستخدم معاه إزاي نحسب أقصى قدر التبريد وأقصى معامل أي أداء وعند أقصى أي أقصى طيار ممكن شوف المثال بيقول لي إيه بيقول هنا قاعد حل المثال السابق عندما تعمل دورة التبريد عند أكبر معامل أداء عند أكبر مين؟ معامل أداء والمطلوب حساب أقصى طيار I maximum وأقصى معامل أداء اللي هو COB maximum تمام؟ طيب كنا تكلمنا هنا بنفس المعطيات الموجودة معايا ولكن هنا القوانين هتختلف هنا القوانين إيه؟ هتختلف أقصى طيار اللي هو آخر معادلة عندنا هنا قدامي في الشريحة اللي هي I maximum بتعتمد على أنه بتساوي alpha B نقص alpha N في TH نقص TL على مقدار ال R كل ده متاح إنما إيه اللي مش متاح بقى اللي هو عندك تحت الجزر 1 Z Z T M إذن أنا محتاجة أعرف الأول مين هي T M أو أحسبها وأحسب برضو الآن Z طب Z بتساوي إيه؟ alpha B نقص alpha N الكل تربيع على ال U في إيه؟ في ال R طب نعوض قلنا alpha B بعلامة 3021 ناقص ناقص في ناقص بموجب اللي هي قيمة alpha N خلاص هيبقى موجب علامة 3021 كل تربيع نساش تربيع على ال U اللي هي بـ 2 من 100 وعلى ال R R اللي هي مقدارها 4 من إيه؟ من ألف تمام؟ هحسب معامل الاستحقاق Z هيساوي علامة 022 خلاص كيلفن أو 1 على كيلفن 1 على مين؟ على كيلفن اللي هو معامل الايه؟ الاستحقاق إنما درجة الحرارة المتوسطة اللي هي T M T M بتساوي نص اللي هو عندك أنا قلت مجموع درجة حرارة الوسطة الساخنة زائد درجة حرارة الوسطة بردة على اتنين اللي هي نص T H زائد T L يبقى النص افتح قوس T H بتبتمية وتلاتتاشر كيلفن و T L ميتين تمانية وسبعين هجمعهم أضرابهم واسموا على اتنين يطلع معايا درجة الحرارة المتوسطة ميتين خمسة وتسعين ونص كيلفن تمام؟ نبدأ بقى نعوض احنا جبنا T M وجبنا Z نعوض بقى في القانون بتساوي نقص الفا N في T H نقص T L على الار افتح قوس زد واحد زائد زد تي ام بر قوس نقص A نقص واحد خلي بالكم ما تغلطش وتحط نقص واحد هنا تحت تحت الجزر وإلا ما كانش بقى لا لازمة نقص واحد هتطير مع الواحد هتبقى مقدرة صفر خلاص لكن هنا زائد واحد دي تحت الجزر ونقص واحد دي بره بره الجزر طيب نشوف كلا مع بعض حسبناها ازاي قلنا الفا بيب بعلامة تلات صفر واحد وعشرين نقص الفا N بناقص نقص نقص بموجب قلنا علامة تلات صفر واحد وعشرين التي اتش بتلتمية وتلات عشر نقص التي ال ميتين تمانية وسبعين نجي بتحت كده معايا في المقام ارب اربعة من الف هنفتح قوس تحت الجزر واحد زائد زد زد نطلعناها بعلامة سفرين اتنين وعشرين خلاص وي تي ام طلعناها متين خمسة وتسعين ونص بر جزر نقص واحد احسب الجزئية ديت او المقدار ده اليه الحاسبة بالرحة خالص بالتفصيل خلاص هاجد ان نلاقي ان بتساوي اتناشر و تسعين من مية امبير اتناشر و واحد و سعين من مية ايه امبير طيب هنيجي بقى نغاب معايا في السي او بي ماكسيمم السي او بي ماكسيمم بتساوي ايه بتساوي التي ال خلاص على التي اتش نقص التي ال مضروبة في خلاص في البسط واحد جزر التربية الواحد زائد زدتي ام ناقص برة الجزر تي اتش على التي girls في المقام الجزر التربية الواحد زائد زدتي ام برة الجزر زائد اي زائد واحد هنيجي نعوض هنا بالمخدار دي عندي تي لنقلنا بتين تمانية وسبعين كلفن خلاص التي اتش ناقص ناقص نقلح مون هنا احنا معوضين الى ال시면 90 اللي هي بدرجة المقوي ناقصة الجزء الواصل البارده بخمس فلما يكون هنا في فرق مش هتفرق لان مقدار الزيادة اللي انت هضيفه متين تلاتة وسبعين هنا. ومقدار الزيادة متين تلاتة وسبعين على تي ال لو قيت ترحهم من بعد هيديك نفس المقدار ان لو طرحتهم بشكل مباشر الاربعين ناقص الايه ناقص الخمسة. تمام? عايز تشتغل كله بالكيلفين ما فيش مشكلة. عايز الفرق تشتغله بالمقوى او بالكيلفين برضو ما فيش ايه مشكلة. انما ضرب اسمه يبقى كله عندي بالايه بالكيلفين. هنا مضروبة في واحد تحت الجزر زائد. الزيادة طلعناها علامة اتنين وعشرين زير زير واثنين وعشرين. مضروبة في ميتين خمسة وتسعين ونص. تمام? ناقص بر الجزر. اللي هو درجة حرارة الوصلة الساخنة تلتمية وتلاتةاشر كيلفين. على درجة حرارة الوصلة البردة اللي هي ميتين تمانية وسبعين ايه? ميتين تمانية وسبعين خلاص كيلفين. هنا المقام واحد زائد زد برضو. احنا قلنا هي تزد عندي بعلامة سفرين ميتين وعشرين. مضروبة في تي ام ميتين خمسة وتسعين ونص. بر الجزر زائد ايه واحد. لما احسب مقدار ده كله بالكامل كده. هبصة ليه? علامة خمسة خمسة اتنين. اقصى معامل اداء. وده معامل الاداء هنا اختلف عن اللي كان في المقدار او في المرحلة الاولى في الوضع الايه العادي. يبقى احنا كده. بدأنا حسبنا. ازاي ممكن نحسب دورة التبريد. لو معامل الاداء في الوضع يعقدر التبريد العادية. وزاي نحسب اقصى معامل الاداء عند اقصى مقتيار في الوضع اللي هو ايه? الحدود القصوى اللي موجودة معنا. تمام? احنا كده تعرفنا كده من خلال الجزئيات اللي فات في الحلقة السابقة وجزئ اللي بدأنا بها حلقتنا النهاردة على نظام التبريد الكهر وحراري. بداية من النظام ده بيستخدم فيه. والنظام ده بيعتمد على بعض التأسيرات ايه التأسيرات اللي موجودة فيها. ومن طبقات والطبقات اللي بيستخدم فيها نظام التبريد الكهر وحراري. تمام? وكلمنا فيه برضو ايه? مميزاته وعيوبه. ثم بدأنا النهاردة في عملنا التحليل اللي هو السير موديناميكي لنظام التبريد الكهر وحراري. وخدنا بعض التطبيقات عليه. طيب. هنبدأ ان شاء الله في موضوع جديد وهو جزئية جديدة من اجزاء مادة التبريد او نظم ومعدات التبريد. خلاص طفل خامس. وهو مصانع التلج. ودي بقى احد تطبيقات التبريد الصناعية. يعني احنا عندنا في التطبيقات التبريد الصناعية وده بيعتبر الباب التالت عندنا في المادة. تمام? اول جزئية فيها هندرسها وهي مصانع التلج. طبعا احنا عندنا في التطبيقات الصناعية فيه عندي مصانع التلج. فيه عندي بعض اللي هو عندي المخازن بتاع المواد الغذائية او تبريد وتجميد المواد الغذائية. ثم بعد كده احنا نتكلم على وسائل النقل والشحنات وخلافة. طيب النهاردة موضوعنا عن مصانع مين التلج مصانع التلج اللي احنا بنستخدم فيها يا طرى دي انت بتتكلم على جزئية ايه بالزبط طبعا احنا التلج بيخش عندنا في استخدامات كتيرة جدا تماما في عندي تلج الواح في عندي تلج مجروش في تلج مكعبات خلاص اذا انا النهاردة في عندي انواع مختلفة من التلج موضوعنا هيكون على الواح التلج يعني المصانع اللي هتصنع الواح مين الواح التلج انها ما خاصة بالتلج المجروش او تلج المكعبات وده موجودة في مادة اللي هو طبيقات التحكم للصف الخامس برضو معانا تمام فدي بالدراسة بالتفصيل ولكن احنا هنا موضوعنا برضو اللي احنا هنتكلم عليه وهي هو الواح مين التلج هو الواح التلج دي اصلا بيتم تصنعها من خلال ايه او بيتم وضع في ايه بيكون في عندي علب العلب دي بتسميها احيانا كانز العلب دي بيتم وضع فيها ماء نقي تمام الماء النقي ده بيتم وضع العلب دي في قلب حود الحود في محلول مادة مبردة مادة اللي هو البراين تمام ومادة البراين ديت بتعتبر مادة درجة حرارتها بتصل للاقس تسعة درجة موية وفي حالتها السائلة تمام وفي نفس الوقت بيكون في معايا بيبرد المادة دي داير التبريد داير التبريد دي غالبا بتعمل بنظام تبريد بالامونيا لان الامونيا اللي هي الحرارة نوعية او كمية الحرارة اللي تستغل فيه بيكون عالية جدا معدلات انتقال الحرارة اللي فيه بتكون كبيرة جدا. وبالتالي انا محتاج هنا احصل على نظام تبريد لان انا بستخدم هنا مش تبريد انا بستخدم تجميد. انا هنا محتاج ان نجمد هنا المية اللي موجودة داخل ايه? داخل ايه العلب. اذا انت النهاردة في المنظومة دي هتعتمد اللي يكون عندك هنصنع الواح تلج. الواح تلجي بتبقى علب مصنوعة من الصاج المجالفن. خلاص. العلب ديت طبعا لا يصدق. بيتم واضع فيها احيانا بيدوها اسم كنز العلب ديت. وبيتوضع فيها زي ما قلنا مع بعض. ليه ايه? الماء النقي. بيتم واضع العلب ديت او المجموعة العلب دية داخل الحوض في محلول براين. بعد فترة زمنية بتتجمد المية اللي موجودة داخل العلب. طبعا محلول براين بتكون مواقع لها خصائص معينة في درجات الحرارة. والله هنتكلم علىها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. تمام? بعدك درجات الحرارة بتصل للمينس تسعة درجة مقوي. وبعد كده بتبدأ تبريدها المحلول ده مرة تانية عن طريق دير التبريد غالبا بتعمل بالايه? بالامونيا. طيب. ازا الاساس عندي في عملية التبريد الخاصة او اللي بيكون فيه عملية انتقال مباشر ما بينه وانلي هو الدرجة الحرارة اللي موجودة داخل المية اللي موجودة في العلب وما بين الوسط المحب بها هو محلول الراين. محلول مين? الراين. فدوائر التبريد اللي بتستخدم محلول الراين يا جماعة بتبقى دوائر لها صفات معينة. بمعنى الدوائر دي. الدوائر دي طبعا بتمتاز عن الدوائر الاخرى ان ممكن احتفظ بدرجة الحرارة مخفضة فترة زمنية طويلة. حتى لو الدائرة دي حدث لها عملية توقف. يعني انا النهاردة لو جاد الدائرة فصلت لاي سبب من الاسباب. المحلول ده بيتاني محتفظ بانخفاض درجة الحرارة في قلب الحوض الراين ده فترة زمنية طويلة. وده بتؤدي لموجود معايا ان انا ممكن النهاردة لاي سبب من الاسباب. ان حصل مشكلة عندي في دائرة التبريد او حصل مشكلة في الكهرباء او في مصدر الطاقة الموجودة بتشغل المنظومة لاي سبب من الاسباب درجة حرارة المحلول ما بترتفعش بشكل كبير. ولكن النهاردة اول جزئية انا بكلم احنا النهاردة بنستخدم في نظام التبريد اللي هي اللي بتستخدم محلول الراين بيكون افضل او يتمتاز بايه? بان درجة حرارة المحلول لا ترتفع خلاص يا جماعة او بتزل منخفضة فترة زمنية طويلة. طب يا طرى بقى. الفترة زمنية اللي بتتوقف عليها ارتفاع درجة حرارة محلول الراين بتعتمد على عدة عوامل. اول عامل من العوامل اللي موجودة عندي هو ايه? درجة حرارة العلب نفسها. يعني انا النهاردة لو كانت علاب التلجي ديت خلاص واصلة في المرحلة الاخيرة لها وهي مرحلة خلاص انها تجمدت. فدرجة حرارتها مخفضة جدا. فهيظل هنا المحلول محتفظ بدرجة حرارة مخفضة فترة طويلة. عكس لو كانت لسه مسلا معاب العلب ديت لسه مية او حاطت فيها مية ولسه موجودة ففيها كمية حرارة. فالحرارة هتنتقل لمحلول الراين فهترفع درجة حرارته بسرعة. تمام? يبقى درجة حرارة اللي هو المية برضو اللي موجودة داخل ايه? العلب. او العلب بمعنى اصح. تمام? طيب. كمان الحرارة النوعية اللي موجودة عندي للبراين نفسه. يعني البراين نفسه يستطيع هنا بيمتص كمية حرارة قد ايه? فدي الحرارة النوعية الموجودة معي. كمان ساعة حود محلول اللي موجودة معي. يعني النهاردة لو كان عندي كمية محلول صغيرة خلاص. حكيت هترتفع درجة حرارة في وقت اقل لو كانت كمية محلول ايه? كبيرة. لو كانت كمية محلول كبيرة. يعني انا النهاردة لما حطكم بشوقت ما سخنين في قلبكم باية. الفترة زمنية اللي المية دي هتبرد فيها. تمام? هتكون اقل من مية في المية لو عندي مثلا اناء كبير او وعاء كبير. حطت فيه كمية المية ديت وبرضه عند نفس درجة الحرارة تاخد فترة اطول في انه ايه تبرد. فبالتالي برضه من العوامل دي اللي موجودة معي وهي اللي هي ساعة حود محلول مين? البراين. ساعة حود محلول البراين. وكمان فرق درجات الحرارة ما بين البراين ما بين المية اللي موجودة داخل اللي هو عندي مين? داخل العلب اللي عندي. زي ما قلنا برضو كمان ان الدورات دي بتمتز ان هنا ان لو لأي سبب من الاسباب حبيت افك مثلا جزء من اجزاء دائرة التبريد عشان اعمله سيانة او فيه عطلة او اعمل فيه اي جزئية ما فيه ما بتأثرش الدايرة بشكل كبير. لان هنا البراين بيحتفظ بدرجة الحرارة منخفضة اكبر فترة زمنية ممكنة. طيب. تعال احنا بنتكلم كده مع بعض. نشوف اللي احنا اتكلمنا عليه كده نبص مع بعض. بنقول هنا مصانع التلجة هي خلاص بتسمى علب كانس او بيصنع التلج بتجنيد الماء النقي الذي يوضع في علب الواح من الصلب المجلفة والتي توضع في حوض مملوء اونة بمحلول البراين البارد. وبيتم تبريد هنا المحلول خلاص عشان تصل درجة حرارته الى ناقص تسعة درجة مقوي عن طريق دير التبريد ميكاريكية غالبا بتعمل بمركب تبريد ايه امونيا. تمام? يبقى لو جاء اقال ليه ايه هي مصانع التلجة او ايه هي الواح التلجة اقول له الواح التلجة تسمى كانس ودي بيتم هنا وضع الماء خلاص النقي بداخل العلب المصنوعة من الصاج المجلفة واللي بتوضع في حوض محلول البراين خلاص درجة حرارته تصل لناقص تسعة درجة مقوي بيتم تبريده بواسطة دير التبريد ايه تعمل بالامونيا. تمام? طيب. الجزئية التانية اللي اتكلمنا عليها ايه هي مميزات التبريد باستخدام البراين وخلي بالكوا عشان فيه اختلاف ما بين مميزات التبريد باستخدام البراين وهي شروط البراين الجيد او مميزات البراين الجيد. او الجزئية لو توقف الضغط لاي سبب فان البراين يظل باردا لفترة معقولة. تمام? طب تاني جزئية قلنا الوقت اللازم لارتفاع حرارة البراين بيكون طويل نسبيا وده بيتوقف فقا على ايه الفترة زمنية? قلنا على درجة حرارة علاب مين التالج اللي كلمنا عليه. قلنا على معدل الانتقال الحراري. وكمان ساعة حوض محلول مين البراين. والحرارة النوعية للبراين وباقى مواصفاته. تمام? الجزئية التالتة او الميزة التالتة ان ممكن اعمل اي اصلاحات صغيرة او عمرات محدودة في دورة التبريد ولا ترتفع درجة الحرارة البراين كثيرا. تمام? يبقى التالك مميزات دولت اللي هي مميزات دورات التبريد اللي بتستخدم البراين. بستخدم مين البراين. طيب نشوف هنا انواع البراين ايه? البراين عندي نوعان اتنين من البراين اللي بنستخدم عندنا في مصانع التلج في براين السوديوم في براين الكالسوم. وطبعا هنا السوديوم هنا اللي هو بنوضع كولوريد السوديوم مع المية. كولوريد السوديوم المتعرف عليه في العامة اللي هو ملح ايه الطعام. يبقى بتم هنا وضع كميات من كولوريد السوديوم مع الماء. خلاص? وهنا بيفضل هنا ده لعدم تأثيره يعني الى حد ما ست البيت لما بتجي تستخدم مثلا جاء على المريالة او على بعض الهدوم الموجودة فيها مثلا لابسها اه اي محصل محلول ملح ولا كلام ما بيأثرش في شكل كبير قوي على العمال ولا الملابس. عشان كده احنا بنستخدمه موجود معايا. وتكمال ما بيدرش هنا مواسير التبريد. يعني احنا قلنا كولوريد السوديوم هنا مع الماء ما بيدرش مواسير التبريد وخاصة لو المواسير دي حدث تجميد في بعض الحالات. عشان كده خلي بالنا في نقطة في منتهى الامن. من فضرة للتانية لازم اشوف كسافة المحلول وصلت ايه? يعني انا نهاردة بقول دلوقتي يا جماعة كسافة المحلول يعني انا وجبت كوباية مية وحطيت عليها مثلا معلقتين ملحة. واللي بتاع بشكل كويس. بشوف هنا كسافة هنا اللي هي مدى درجة الحدقية الموجودة في المية دي. اللي هي كسافة المحلول. كل ما بيزيد هنا كمية الملح بتزيد الكسافة. كسافة المحلول. طيب انا محتاج هنا اصبط ككسافة المحلول بشكل يمنع. تآكل المواسير من ناحية. وانه يضر بالمواسير لو حدث اي تصرب ولا اي مشكلة عندي في الدائرة العادة. تمام. وبالتالي انا محتاج هنا موضوع الكسافة ده ارقبه من فترة للتانية بشوف كسافة المحلول عشان لو كان محتاج الكسافة عالية انا بزود هنا مية. لو كان الكسافة بنخفضة انا بزود هنا ملح او كل تلاتين من فترة للتانية. النوع التاني هو براين الكالسام. براين الكالسام انا بضيف هناكوريدي الكالسام مع المية. مع مين? المية. ده مستو انه بيوصلش لدرجة هنا تجمد المحلول. يعني الكوريدي الكالسام هنا بتبقى درجة التجمد بتاعته الى حد ما مخفضة جدا. فبالتالي بتنا ما بيوصلش لدرجة التجمد الخاص بالمحلول اللي عندي. لو قال لي هنا انواع البراين ايه? هقول له في براين السوديم. وده عبارة عن كوريدي السوديم مضاف الى الماء. خلاص. وده بيفضل استخدامه لعدم تأثيره على العمال والايه? والملابس ولا يضر مواسير التبريد لو حدث تجمد. طيب. قلنا من النوع الثاني هو براين الكالسام. وده بيتم اضافة كوريدي الكالسام مع الماء. وده بينتشر استخدامه لقولنا الضمان عدم تجمد مين? المحلول. عدم تجمد المحلول اللي معي. طيب. ايه الشروط البراين الجيد? قلنا اول شرطة عندي ان تكون درجة تجمده اقل من درجة تجمد السوائل المراد تجمدها. السوائل مراد ايه? تجمدها. يعني انا ما باجه كلم دلوقتي يا جماعة. انا عندي هنا سائل. السائل انا ده محتاج ان انا اجمده. لو قلت درجة حرارة التجمد الخاصة بالمية اللي موجودة داخل العلب التلج ديت. مثلا مينس خمسة. تمام? درجة التجمد بتاعتها. لازم تكون درجة التجمد الخاصة بمحلول البراين ديت. مينس مثلا عشرين. مينس تسعة. تكون درجة حرارة التجمد بتاعتها اقل منها. يبقى اول نقطة عندي من النقطة المهمة جدا لشروط البراين الجيد. ان تكون درجة تجمد المحلول البراين ده اقل من درجة حرارة التجمد للسائل المراد ايه? تبريد. طبعا لازم يكون كمان البراين ده رخيص التمن. رخيص التمن. يعني انا النهاردة ما جيبش بعض المواد المكلفة لان انا من فترة تانية انا بغير المحلول ده باستمرار. تمام? وبغير نسبة التركيز الموجودة معي. في جزء بيفقد اثناء مثلا خروج العلب واثناء وضع العلب من خلال الحوض او رجل حوض. فبالتالي انا بدور هنا كمان لازم يكون المحلول اللي موجود عندي النوع البراين اللي بستخدمه ده ده يكون ايه? رخيص التمن. وكمان غير تأكلي. يعني ما يقصرش. الحوض اللي موجود معي ده بيكون فيه الفيبراتور او المبخر او ملفات المبخر الخاصة بدار التبريد. واللي بتقوم بعملية تبريد ايه? محلول براين وفيه مجوعة مواسير. فلازم ما يكونش هنا نوع المحلول ده ما يكونش من نوع اللي بيقصر على المواسير والانبيب الموجودة عندي او ملفات التبريد الموجودة داخل الحوض. فيجب ان يكون غير تأكلي بقدر مين الامكان. كمان لما يكونش هنا لو حدث تسريب لأي جزء من الواصلات الخاصة بالمبخر او الواصلات الموجودة بملف التبريد الموجود داخل الحوض. وتصرب مثلا امونيا ما هنا ما يحصلش هنا اختلاط ما بين البراين والامونيا ويكون حاجة اسمها رواصب او او حال بتقلل عملية انتقال الحرارة او بتأثر في وضع العلب الموجودة داخل محلول حوض البراين. كمان هنا زي ما احنا قلنا يا جماعة ان تكون عندي المحلول البراين اللي هو الحرارة النوعية تكون بتاعته عية بقدر الامكان. ليه بقى؟ لان النهاردة كل ما قلت كمية الحرارة تكون عالية جدا. كل ما استخدمت براين اقل. يعني انا النهاردة دلوقتي الحرارة النوعية عندي اللي المادة دي اللي ما تكون كبيرة. خلاص انا مش محتاج مثلا عندي محلول معين وعندي حتة قطعة من الحديد. والحديد دي سخنة مثلا قطعة الحديد السخنة دي عشان ابردها محتاج كمية معينة. لو كانت المائع اللي انا هحطه ده الحرارة المعينة بتاعته عالية لو قللت اقل من كمية هتدي نفس كمية الحرارة اللي تمنزعها من قطعة الحديد. لابتالي لان النهاردة محتاج عدة شروط لازم تكون موجودة في محلول مين البراين. قلنا اول شفت ان درجة التجمد بتاعته تكون اقل من درجة التجمد اللي هو المائع المراد ايه? المراد تبريده او تجميده. تمام? لازم تكون غير تاكلي بقدر الامكان. يعني ما بيأثرش عندي بيعملش تاكل في الانبيب والمؤسسين وملفات التبريد موجودة داخل الحود. واللي بتكون في اختلاط مباشر ما بينها وما بين البراين. تمام? لازم يكون عندي التكاليف بتاعته قليلة. وسعر رخيص بقدر الامكان. وقلنا كمان تكون الحرارة النوعية بتاعته عالية عشان اتفادأ ان نستخدم كميات كبيرة من محلول البراين. علاوة كمان ان ما يكونش من نوع اللي بتفاعل مع مائع التبريد المستخدم لو حدث اي تسريب او شرخ في الانبيب اثناء عملية او اثناء عمل دورة التبريد عندي. تمام? يبقى احنا كده تعرفنا على شروط الايه? الجزء اللي عندي. ازاي انا بعمل عملية بقى تركيز وطريق تركيز محلول البراين. هو تركيز محلول البراين المفترض ان انا مسلا بيكون بيتم وضع في الحوض. الحوض اللي هيتم وضع في العلب. كمية من الميا. كمان? كمية المياه. وبعد كده بيتم وضع كميات الملح الموجود معايا اللي هو كريد السوديوم. خلاص. مع ان انا بقلب باستمرار. طب انت بتقلب بايه? انا بقلب غالبا زي ما قلتوك هنا. يا اما بيد خشبية. بتبقى فيه دراع معمول عمل زي ما علاقة كده. موجود خشبي. وعشان ان بعض الاملاح و بعض انواع المعادن بتأثر. بتأثر في المعادن او المحلول البراين بيأثر في بعض انواع المعادن. فبالتالي غالبا بنفضل ان يكون المحلول الملح ده بنقلبه بيد خشبية. ونخلي بالنا ان احنا بنقلبه بشكل كويس جدا. واكون مركز وانا بقلب المحلول ما يكونش عيني مركزة لاسفل لان فيش فيه احتياطات امان هنتكلم على دلوقتي لما اجي اتعامل مع محلول براين. يعني مش مهم جدا 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 ان تكون انت ايدك مثلا لبس القفزات الموجودة معايا. حاطة المريال اللي موجودة معايا شان تحمي بلابسي واحمي نفسي. خلاص. نظرات الحباية والوقاية. بحيث انا لو ايدي كده بيخلى بالكم النهاردة لما بيجي بيتحط بتم وضع الملح على المية وتم التقليب. في غازات تفاعل بتتصاعد. الغازات التفاعل دي بتتصاعد دي لو انت هنا من نظر بتعمع مية تهيج لاغشية العين. فبالتالي بيحصل احمرار للعين وممكن دي حصل الامك شديدة في العين. فبالتالي يفضل من احتياطات الامان والسلامة المهنية لما باجت عامل مع محلول براين. اثناء عملية هنا. طريق التركيز محلول براين. بيتم هنا وضع المية اللي بقولنا ملح الطعام او كوليد صجم مع المية. يتم تقليبهم جيدا. خلاص. وبعد كده بيد خشبية طبعا. واستنى ساعة عشان ما اتقصرش على نتيجة لها حرارة التفاعل. وابدأ ايس نسبة الايه التركيز. اصدقني ايس نسبة التركيز. طبعا في عندي اجهزة هيدروميتر بيقيس نسبة التركيز. وفي تروميترات بتقيس درجة الحرارة. دي من عناصر السيه اللي هتكون موجودة عندنا في مصانع التلج. تمام? يبقى تعرفنا على شروط البراين الجايد. وكمان ازاي انا النهار ده ببدأ طريق التركيز اللي هو البراين الجايد. ثم بدأنا نتكلم مع كمان زي ما قلت لكم احتياطات الامان لما باجأ اتعامل مع البراين. اول احتياط الامان ان انا النهار ده خلي بالي. البراين اللي بستخدمه يلمس ايه ماكولات. ما بقى الشغال في مصنع اللي هو مصنع التلج. ومسلا جزء ممكن اجيب مثلا اكل سندويتش واكله. لان غالبا ممكن تكون انت لابس القفاز مثلا حتى كلام القفازات. اذا كده مثلا هنا اه حصل مثلا كانت لامسة محلول البراين. فبالتالي لما بتلامس الماكولات ممكن يكون ممكن يكون في بعض الانواع الفطريات والكلام ده. فبالتالي ممكن تنزل معددك وتتعامل. طبام? بفا يفضل هنا عدم لامسة البراين لاي مأكولات موجودة معايا. طبام? كمان هنا لابد اننا قلنا نلتزم بيه اللي هي وسائل الوقاية الشخصية اللي موجودة معايا. وسائل الوقاية الشخصية زي ما قلنا مع بعض بكون لابس المريالة اللي موجود عني وتحمي الجزء العلوي وجزء الصوفي مثلا من ملابس. السيفة بتاع اللي هو القدم موجودة معايا. تمام? بكون نظيفة خلاص. وبيكون معاك القفازات اللي هو الجوانتي اللي احنا بنلبسهم في ادينا. تمام? وكمان نضراتهم. ما تقولش ان الدول بيضايقوني دول ما بستطعمش كل حاجة مع الوقت انت بتستخدمها بتتطبع عليها وتفهمها كويس جدا وتلبسها مش هتأثر فيك بعد كده. يعني انت لو تعودت من البداية او ستة البيت لو تعودت ان تلبس القفازات وهي بتطبخ. تمام? او تلبس المريالة. اكيد مش هتبقى بنسبالها مشكلة فيما بعد. بتبقى حتى لوحد لما بيجرب حاجة الاول مرة تبقى صعبة. انت لو بتلبس جازمة الاول مرة بتبقى تعبى رجلك شوية بعد كده ما بتمشي بها شوية بترتاح. بس مهم جدا ان ان تلتزم باحتياطات وسائل الامان الشخصية اللي انت بتستخدمها لما بتيجي تتعامل مع محلول ايه البراين. كمان انا بقول لي بخلي بالي ان فيه حرارة تفاعل او فيه نواتج تفاعل بتتم اثناء تقليب محلول البراين. وخلي بالي من ان الحرارية او نواتج تفاعل دي نتأثر على اخشية الاين فما يكونش باصص في المحلول او ما اتعاملش مع المحلول ان لما يبرد معنا اصح اما يخلص عملية التفاعل اللي بتتم ما بين المرحة وما بين المية. وده انا اقول لا بتعملش معاه قبل ساعة عندي. تمام كده? يبقى احنا كده اتعرفنا على احتياطات الامان لما باجه اتعامل مع محلول مين? البراين. وما المميزات بقى وعيوب محلول البراين? قال لي اول ميزة من مميزات محلول البراين وهو درجة التجمد بتاعته بتصل لناقص اتنين وخمسين درجة ما اوش. ونسبته بتحدد تجميده. لعن انا النهاردة لو اقول دلوقتي درجة حرارة التجمد بتاعته. درجة مخفضة جدا اللي احب نتكلم عليها درجة المحلول اللي هو البراين. طيب نسبته بقى هي اللي بتحدد التجميد. يعني انا لو زودت نسبة الملح. هل درجة التجميد بتاعتي? بتبقى مسلا عند ناقص امانية واربعين? خلاص? ولو قللت نسبة الملح. درجة التجميد مسلا بتصل لا ولا اقل? ازا هنا اللي بيحدد درجة تجمد محلول براين? خلاص نسبة التركيز اللي هو المادة سواء كورويد السوديم او كورويد اللي هو الكالسام الموضوع فيه الماء. تمام? النميزة التانية ان غير مرتفع السمن. احنا قلنا متوفر الملح الطعام. في ناس بتاخد الملح المعالج. في ناس بتاخد الملح اللي هو بيكون من الملحات شرطا. يعني معالج مرحلة او مرحلتين بيكون اقل تمنا. خلاص? فبنستخدمه مع الوحدات دي. يبقى درجة التجميد بتاعته مخافضة جدا تصل لتنين وخمسين ناقص تنين وخمسين درجة مقوي. خلاص? ونسبة درجة تجميده بتحدد طبعا عن نسبة اللي هو التركيز اللي فيه. كمان غير مرتفع لايه التمن. عيوب محلول البراين ايه? اهم عيب عندي في محلول البراين انه قد يحدث تآكل لبعض انواع المعادن زي ما قلنا. ولكن حسب الظروف الجوية يعني انا قلنا ان هنا اتعرض لبعض عوامل جوية جفاف مع عوامل هنا سواء الموضة مع مع راصم املاح اه متراكمة بشكل طويل بفترة طويلة عليه. اكيد بيتأثر على عملية التآكل الخاصة بالمحلول. تمام? يبقى احنا كده تعرفنا على اللي هو الشيوط البراين الجيد. وتعرفنا كمان على العوامل الامان او احتياطات الامان لما يجا تعامل مع محلول البراين. ومميزات وعيوب محلول ايه? البراين. طيب. هنبدأ بقى نتكلم على الاجزاء الاساسية لمصنع او لدواء للتبريد لمصنع التلجي. داير التبريد لمصنع التلجي يا جماعة هي مجرد داير التبريد عادية. بس طبعا المكونات لا مش اي مكونات مكونات برضو خاصة. يعني هي بتشتمل ايضا على كومبروسور ضغط. بتشتمل على كوندنسر مكسف. خلاص بتشتمل على مبخر تمام. فيبريتور. وبتشتمل كمان معايا على مين? على ادات التمدد اللي هي هتصدم عنها او صمام تمدد حراري. طيب. اذا انت النهار دا دلوقتي الدوائر التبريد بتاعتك المكونات الاساسية نفس المكونات في الدوائر الاخرى. ولكن نوع الضغط قد يختلف وقدرته تختلف. النوع المكسف قد يختلف وقدرته تختلف. تمام? المبخر نفسه كمان يختلف وقدرته وحجمه وتوزيعه. الصمامات اللي تستخدم الصمام واحد والاثنين للدورة ممكن استخدم اكتر من مبخر في حوض البراين. واكتر من صمام تمدد في محلول حوض البراين. تمام? وده بيتوقف. انا والسلام اكتر من صمام تمدد يبقى بتوقف على عدد المبخرات اللي هستخدمها في حوض المحلول. تمام? فبالتالي انا النهار دا في مكونات اساسية موجودة مع ضغط مكسف اداة انتشار مبخر. اداة انتشار ايه? مبخر. طيب. انما في عندي بعض المكونات الاخرى ودي مكونات تكملية او مكونات مساعدة. خلاص? عشان يقوم الدائرة بمهمته على اكمل وجهة. في مهام تخص دورة البراين. في مهام تخص دورة مراكب التبليد. في مهام بتخص مسلا عملية المعالجة للمكسف مسلا في المكسف او في المبخر. تمام? كل دي مكونات موجودة معنا. يعني انا النهار دا دلوقتي من ضمن المكونات اللي انا بتكلم عليها. غير بقى مكونات الدورة الاساسية اللي هي الضغط والمكسف واداة انتشار والمبخر. مش احنا في عندنا حوض البراين? حوض البراين اللي هيستخدم ده? لهم وصفات معينة? ليه طريقة عزل معينة? خلاص? ليه رصها وتأسيمها معينة بتبكون موجودة فيه? طيب انا عندي حوض البراين. في علب التلج اللي هيتم وضعها داخل الحوض ده. العلب الموجودة معايا. يبقى علب التلج اللي انا هحطها داخل الحوض البراين. العلب دي برضو لها مواصفات ولها ابعاد مسلا ولها احجام مختلفة تمام? ومن انواع بتصنع من المواد مختلفة ازا برضو بيكون معايا العلب التلج نفسها. تمام? واللي بيرفع العلب دي من فوق وبيحركها في وناش في ونش متحرك. ونش ايه? متحرك موجود معايا في العلب. علاوة كمان مع الونش المتحرك اللي احنا بنتكلم فيه ده على بعض المكونات. زي انا مثلا عندي قلب اللي هي لما روحة اللي بتقلب محلول البراين عشان يبقى فيه تجانس موجودة عندي. في حاندي حاجة اسمها قلب الهواء اللي بيه مع مية نفخ للشواب الموجود على سطح المية. الكلام دي هنتكلم تفصيليا ان شاء الله بامر الله في كل مكونات والمكونات التكملية بالتفصيل في حلقة القادمة ان شاء الله بامر الله. والوقت مر بنا سريعا ونلقاكم ان شاء الله في امر الله بحلقات قادمة مع مادة نظم ومعدات التبريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.